السلام عليكم طلاب الصف الثالث المتوسط وبهذا الفيديو راح نقرأ ونترجم ونشرح الدرس الرابع بالوحدة الأولى الشراء والبيع الشراء والبيع هنا أول شيء تمرين استماع قالنا انظر إلى الصور بعدها استمع وفكر أي الأشياء يصفها الناس يصفها الناس طبعا المواضيع اللي بالاستماع اللي يوصفوها هايا خيمة خفيفة الوزن ودراجة جبلية النقطة ب انظر إلى انظر إلى الصور ما الذي يتم وصفه هذا الناس هذا الناس وهذا الناس الصور فنجو ونشوف شن اللي جاي نوصف النقطة الأولى إنه مقاومة الماء وإنه سهل للوضع يعني تخليه شونا نقول نحن نقول تفرشها بسهولة هايا جاي وصفون هايا النقطة الأولى يقصد على هايا خيمة خفيفة الوزن نقطة الثانية تحتوي على فرامل قرصية شن فرامل فرامل برايكات قرصية شن هاي الفرامل القرصية مو مثل البايسيكلات الثانية يصير البرايك بالحافة ما للتاير لا بداخل التاير هذا مثل السيارة لمساعدتك التوقف على التوقف بسرعة في المطر أكيد جاي وصف هذا دراج جبلية نقطة الثالثة هي اثنين اثنين يعني اثنين يقدرون ينامون بيها إذن هي كبيرة بما فيه الكفاية بما فيه الكفاية لنا أكيد يقصد على هاي تريد الجرسهم تريد تكتب اسمها اقبالها كيفك أربعة هي سريعة وآمنة على الدراج الجبلية هي قوية ومقاومة للحشرات يقصد على هاي هي مصنعة من النايلون إذن هي خفيفة وسهلة للحمل تشيلها براحتك مركبة تمام؟ لأنه مهمات كلش يجنك بالامتحان على شكل A, B, C, D والقائمة الثانية واحد ثانين ثلاثة يجيب لك ووطة بالسطر الأول ويجيب لك بروف بالسطر الثاني ويشوفك تخليهن سويا تركبهن سويا لو ما تركبهن سويا تمام؟ وهي كذلك يجيب لك هاي بالسطر الأول وهاي بالسطر الثاني يشوفك كيف تختار يشوفك تركبهن سويا لو ما تركبهن وهي كذلك أوكي؟ وبعد عدكم وهوائي هالسراويكم هنا أنا قال لنا من هم الناس في المحادثات؟ يا محادثات يقصد بالاستمار بالملف الصوتي فهذا الجواب ما طول ملف صوتي ما نقرأ الجواب حتى ما نطول الفيديو هنا أنا عدنا هذا الموضوع كلش مهم احنا هذا الموضوع عدنا نسالف به بشغلتين واحدة من عدهن الكلمات المركبة مثل ذني ذني لأشهرناها هاي كلمات مركبة وقلت لكم مشون تجيكم والموضوع الثاني اعطاء الأسباب شين اعطاء الأسباب؟ مثلا هاي مو قال لك بيها فرام القرصية زين واحد يقول ليش بيها فرام القرصية؟ هاي احنا اطاع السبب لمساعدتك على التوقف بسرعة في المطر فهاي الجملة الثانية انطت السبب ليش الدراجة بيها فرام القرصية؟ اوكي؟ هسا نجي على كيفنا ونشرحنا واحدة واحدة تمام؟ اول شي نجي للأسماء المركبة اخونا الأسماء المركبة تعتمد على الحفظ مالتك لا بيها شرح ولا بيها اي سالفة تعتمد على الحفظ مالتك راح نطيكم بعض الأسماء المركبة كتبوهني يمكم اوكي؟ هاي الأسماء المركبة محل حلويات محل حلويات مثل ما قلت لكم بالامتحانة يجيب لك هاي سويت يجيب لكيها بقائمة بقائمة A B C D ويجيب لك شوب بقائمة 1-2-3 يشوفك تخليه نسوية لو ما تخليه نسوية Information Desk مكتب معلومات او استعلامات Insect Proof مقاوم حشرات Swimming Pool مسبح Sunroof فتح السقف Shop Assistant دهنم ترجمات قدامكم تمام؟ خلي ما نطور الفيديو اكثر اما بالنسبة لعطاء الاسباب اخوان اعطاء الاسباب موضوع بسيط كل شيء ويعتمد على حفظك للمعاني حفظك للمعاني الكلمات اوكي شلون ننطي سبب الشيء شن يعني شلون ننطي سبب الشيء مثلا اقل لك هنالك مكابح قرصية فرامل قرصية زين واحد يقول ليش اكو فرامل قرصية اقل لك حتى تساعدك تتوقف بسرعة حتى تساعدك تتوقف بسرعة لمساعدتك على التوقف بسرعة هذا هو اعطاء الاسباب اوكي فيا اخوان اعطاء الاسباب اعطيكم ذنين هاي ذنين واضافة الى هاي اعطكم ايضا كانت ذنين اخوان وين موقعهم شوف موقعهم وين موقعهم بعد الجملة الاولى خليناهن وخلينا وراهن مباشرة الجملة الثانية بعد الجملة الاولى خليناهن بعدها الجملة الثانية اوكي جملة الأولى بعدها خليناهن ووراها خلينا الجملة الثانية زين ذنين شوني جنك بالامتحان تعالوا ياي خلنشوف النمط الوزاري مثل ما قلنا نستخدم التعابير هايا سوي كانت لإعطاء لسباب حيتضع هذه التعابير بعد الجملة الأولى مثل ما قلتكم وبعدها تخلي الجملة الثانية وورا ما تخلي واحدة من ذني تخلي الجملة الثانية بالنسبة لإستخدام كان وكانت تعتمد على معنى الجملة إذا كان إيجابي تستعمل كان وإذا كان سلبي تستعمل كانت شيني إيجابي شيني سلبي ما جايف تهم طبعا ما تفتهم لازم تحفظ معاني كلمات لازم تحفظ معاني كلمات حتى تعرف هاي شيني الأختار هنا صحيح يعني ماكو قاعدة هنا حسنا مثلا هاي الجملة الأولى السيارات تحتوى عن نظام تحديد مواقع حتى يمكنك لو حتى لا يمكنك الضياع إذا أنت ما تعرف الضياع وما تعرف معنى هاي وما تعرف معنى هاي شون تجاوب ما تقدر تجاوب مصحح فلازم تحفظ معاني كلمات أوكي السيارات تحتوى على نظام تحديد مواقع لأن السائقين لا يضيعون لو حتى السائقين لا يضيعون أكيد حتى السائقين لا يضيعون على شون اتمتت على قاعدة لو على حفظك للمعاني أكيد على حفظك للمعاني أنت لازم تعرف معنى هاي ومعنى هاي ومعنى هاي ومعنى هاي أوكي السيارات تحتوي على تكييف الهواء لمساعدتك لمساعدتك على شنو إذا بيها تكييف الهواء تبقى بارد لو تسمع الموسيقى أكيد تبقى بارد جاب المكيف على الموسيقى هناك فرام القرصية في كل سيارة لأن ساعدك تتوقف بسرعة لو لو إذا تساعدك تتوقف بسرعة لو حتى تساعدك تتوقف بسرعة أكيد حتى شوف طبعا هنا هاي تدوه بيها ساهم ومهنان هم قلت حتى مهنان المعنى تغير الهلب قبلها تو ما يصير قبلها سو لو كانت سو المفروض وراها يو باو سو شجانا وراها يو بعطاها الأسباب سو تجيك وراها يو تو تجيك وراها هال هاي الشارة الوحدة اللي لازم نتركز بيها الشارة الوحدة اللي تقريبا نقدر نقول قاعدة بس إذا أجدتك جملة مثل هاي الجملة أو مثل هاي الجملة هنا راح تكون عندك أشبه بالقاعد اللي شنية اللي قلت لك تو تجيك وراها هال أما سو تجيك وراها يو أوكي أو تجيك وراها ذات سو ذات تمام زودت الشركة السيارات بفراغ تعتمد على المعنى مالتك والله على المعنى مالتك يعني شاردة أقول لك فراغ ما أقدر أجاوب الفراغ أنا ما أشوف الجملة الثانية شنو معناه حتى السائقين لا يقلقون في الحادث أشوف الخيارات شنو مشغل أقراص ما يساعدني بالحادث هذا نظام تحديد المواقع هذا ما يساعدني بالحادث هذا يساعدني بالضياء حتى ما ضي وسائد هوائية وسائد هوائية الوسائد الهوائية ساعدني بالحادث أوكي فهذا اللي أخليها بالفراغ تمام أخوان حفظوا معاني الكلمات وذني لأسمان المركبة هم حفظوهم تمام لأن هذا اللي يجنك بالامتحان وهذا اللي يجنك بالامتحان أوكي واثنيا هنذن الموضوعين يعتمدا على حفظك للمعاني إذا ما عندك معاني ما تقدر تجاوب والله ما تقدر تجاوب إذا ما عندك معاني أوكي إذا ما تعرف الترجمة الجملة صعوب عليك الجواب فحاول تحفظ حاول تحفظون معاني جد ما تقدرون أوكي لحد هنا أكمل هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر